الآن تغطية خاصة على موقع صدى البلد تاكس شديد الحرارة الأرصاد قالت أن في موجة حرة بتضرب البلاد والصيف لسه ما بدأتش بسبب منخفض الهند الموسمي فمتى تنتهي الموجة وكيف هيكون تاكس النهاردة دلنا نعرفه في تغطيتنا تابعونا قالت هيئة الأرصاد الجوية بأن تاكس شديد الحرارة هيسود على جميع أنحاء الجمهورية حتى نهاية الإسبوع ومع دخول فترات الليل وغياب أشعة الشمس هيكون في انخفاض في درجات الحرارة وهتكون الأجواء معتدلة على جميع أنحاء الجمهورية وأكدت هيئة الأرصاد الجوية أنه هيوجد منخفض الهند الموسمي واللي هيأثر على جميع المحافظات بداية من اليوم وده اللي هيخلينا نحس بارتفاع آخر في درجات الحرارة وأننا محميين بالبحر المتوسط فدرجات الحرارة مش هتوصل زي دول الخليج عما الشبورة المائية هتكون خفيفة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية وتتلاشى في وقت طلوع أشعة الشمس ده مع استمرار تكون الشبورة المائية خلال الأيام المقبلة وارتفاع جديد في درجات الحرارة لأن البلاد هتبدأ تتأثر بامتدات لمنخفض الهند الموسمي وقال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد أن البلاد هتشهد ارتفاعا في درجات الحرارة خلال يومي الأربعاء والخميس وتصل درجة الحرارة العزمة على القاهرة لـ 38 درجة وأكد شاهين أن درجة الحرارة ترتفع بشكل أكبر على مناطق من جنوب البلاد منوها إلى أن العزمة على محافظات شمال وجنوب الصعيد تصل لـ 45 درجة ونصح خبراء الأرصاد المواطنين بعدم التعرض لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة والحرص على لبس أغضية الرأس أثناء تعرضهم للشمس وشرب السوائل بكسرة ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة الأربعاء على القاهرة الكبرى 38 درجة مئوية خلال ساعات النهار و24 درجة ليلا فيما تسجل مدينة الإسكندرية 33 درجة مئوية نهارا و22 درجة ليلا وترتفع درجات الحرارة على محافظات جنوب الصعيد وتسجل 44 درجة مئوية نهارا ليسود تقس شديد الحرارة خلال ساعات النهار وبنهاية نشرتنا من انسح قائد السيارات توخي الحذر والقيادة بهدوء حرصا على سلامة المرة والجميع في وقت الشابورة ونشوفكم في تغطية جديدة شكرا لكم اشتركوا في القناة